المجلس الرياضي أهلا بكم قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم إقامة مواجهتي الدور النصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين عقب الانتهاء من مساقبة دوري جميل للمحترفين في الموسم الحالي وكشفت لجنة المسابقات عن موائد مبارتين نصف النهائي في كأس خادم الحرمين الشريفين حيث سيلتقي الأهل أمام بن فيصل في الدوري قبل النهائي الجمعة الموافقة الثاني عشر من مايو المقبل على ملعب الملك سلمان بالمجمعة على أن تقام المباراة نصف النهائي الأخرى بين الهلال والتعاون يوم السبت الثالث عشر من الشهر ذاته على السادي الملك فهد الدولي بالرياض لازالت قضية الشكوى التي تقدم بها لعب الاتحاد السابق الغني سولي منتاري متواصلة إذ أصدر رئيس النادي السابق إبراهيم البلوي بيانا حول هذه القضية واتهم البلوي إدارة النادي الحالية برئاسة حاتم بعشا بإهدار حقوق النادي في قضية منتاري وأوضح البلوي خلال البيان الذي بثه مساء أمس أن إدارة بعشا لم تتحرك للمطالبة بالحصول على ثلاثة ملايين يورو كتعويض من منتاري بسبب فسخ عقده وفقا للوائح الاتحاد الدولي وأبدى البلوي دهشته الشديدة من إرسال إدارة بعشا خطابا إلى رئيس لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين يتضمن رغبة النادي في وضع منتاري ضمن قائمة الاستثمار مع حفظ حقوق اللاعب ليصبح من حق اللاعب الحصول على كافة حقوقه حتى نهاية عقده وهذا هو الأمر الذي أضاع فرصة إلغاء العقد والحصول على حقوق النادي من اللاعب ولمزيد من التفاصيل ينضم معنا عبر الهاتف من جدة المحامي والمستشار القانوني عمر خولي الأستاذ عمر أهلا بك أهلا بك ومساك الله ومساك الله ومساك الله ومساك الله ومشاهدين برغم من الرحلات الكثيرة إلى سويسرا لا زالت القضايا تنهال على الاتحاد والمعاناة مستمرة ما رأيك؟ نعم هذا أمر واضح للجميع وكنت أتمنى من الرحلة الأولى يتم دراسة وتحليل كل القضايا وإعداد تقريبها مرة واحدة عوضا عن التردد بهذه الصورة لكل قضية يعني القضايا الآن كثر أعدادها ومن غير المقبول أنه مع كل قضية نروح هذا وإن كانت الأخيرة هذه جلسة استماع بشأن قضية بتوركة لكن من جدولة من السابق كان مفروض يعني أستفر مرة واحدة حتى نتعرف على تفاصيل ومفاصل كافة القضايا القائمة والمرتقبة أيضا نعم نعم سيد عمر هل منتاري ظلم الاتحاد أم اتحاد القدم ظلم الاتحاد؟ حتى الآن لا أستطيع أن أقول القول الفصل حتى يتم التحقق مما ذكره منتاري بأن التوقيع المنسوب إليه ليس التوقيع يعني بمعنى أن العقد مزور حتى الآن لم يثبت على وجه اليقين والقطع ما كان إذا العقد مزور أو غير مزور إلا لابد عن طريق جهة مختصة هي التي تحدد لكن طبعا إجمالا الواقعة تنبع عن وجود تقاعص من الحفاظ على حقوق النادي وتقاعص من متابعة يعني من إدارة إلى إدارة متابعة أحوال النادي وأحوال التعاقدات بالذات مع اللاعبين الأجانب المحترفين لم تزل دون المستوى المطلوب كثيرا شكرا لك الأستاذ عمر خولي شكرا لك أعلن نادي الشباب عن عدة المحترف الجزائري جمال بلعمري إلى الرياض مساء الأحد من أجل المشاركة في تدريبات الفريق عقب الإجازة الممنوحة لللاعبين هذا وينتظر عدة لاعب الوسط الكويتي سيف حشان لصفوف الفريق عقب تعافيه من الإصابة التي تعرض لها ليصبح جاهزا للقاء السبت ضد الوحدة ضمن الجولة الثانية والعشرين من دور جميل السعودي المحترفين على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة أصل المحترف الجديد بنادي الاتفاق المهاجم النيجيري مايكل إنرامو وذلك استعدادا للتعاقد معه بعد تجاوزه الفحوصات الطبية والاختبارات اللياقية والبدنية يذكر أن المحترف النيجيري أتى بديلا للاعب البوليفي ياسميني دوك بعد إصابته مع الفريق أمام الباطن في الدور السعودي للمحترفين ويشار إلى أن نجم الترجي التونسي السابق ومنتخب نيجيريا سبق وأنخاض تجربة غير موفقة مع نادي الشباب السعودي عام 2007 لم تدم سوى أشهر معدودة هو الآن في وضعية لاعب حر بعد فسخ العقد الذي كان يربطه بنادي مانيسس بور حقق المحترف السوري عمر السومة إنجازا جديدا يضاف لمسيرته الرياضية ولتاريخ النادي الأهلي بالوصول للهدف رقم 100 خلال 90 مباراة خاضها مع ناديه يعتبر السومة أول لاعب عربي محترف يحقق المنجزة في أقل من ثلاث سنوات وشكر اللاعب عبر حسابه الخاص في تويتر كل من له الفضل فيما وصل إليه وأثناء على جماهير الأهلي ووقفاتهم من غير مستغربة قائلا هذه الجماهير مهما تفعل لن فيها وتستحق الكثير حقق باشلون مساء أمس فوزا كبيرا على حساب مضيفه غرناطة بأربعة أهداف مقابل أهدفين ضمن المنافسات الجولة 29 من الدور الأسباني ليرفع بذلك رصيده ل66 نقطة في وصفة الترتيب ليستمر في الضغط على غريمه لدود ريال مدريد متصدر الترتيب حاليا بينما تجمد رصيد الأندلوسيين عند 19 نقطة في المركز التاسع عشر وقبل الأخير بفارق ثماني نقاط عن أقرب مراكز النجاة من الهبوط قبل تسع جولات على نهاية المسابقة نهاية المجز الرياضي شكرا للمتابعة عودة الأخبار السياسية زميل حسن حسن لك الكريمة أعطيك العافية شكرا عافية